يا هلا والله طبعاً هذه القصة استوقفتني كثير صارت مع معلمة صارت لها قبل عشرين سنة تقريباً وهي يقول أني أنا كنت مشرفة على مكسب في المدرسة وكانت من عادتها أنه بعد انتهاء الفسحة أجلس كذا أحسب الفلوس وأحسب المكسب وأتفقد الناقص وغيرها غيرها من متطلبات المكسب فكانت تعاوني واحدة من الفراشات وكانت يعني واحدة مسكينة ضعيفة الحال يعني تعول أبناء أيتام فتقول المعلمة يعني كنت مرة أعد الفلوس قدامها وأغلبها كانت ريالات لأن الطالبات ابتدائي فطبع يعني يكون مصروفهم ريالات وكانت الريالات قدامي كثيرة كثيرة فقلت ممازحة للفراشة وأقولها يعني الله يفلانا تخيلي تخيلي لو أن كل هذه الريالات تحولت لخمسميات قالت لي الله أكبر قلت طب تخيلي لو صارت لك قالت يا الله من فضلك قلت طب بالله وش بتسوي مبذل الفلوس يا مفلان لوجتك قالت والله أني أشتري بها بيت لي أنا وهالأيتام ويريحني شوي منها الإيجار فضحكت أنا قلت لها وين يوم وفلان ما عاد يقدرون عليها الميسورين البيوت الحين كيف عاد بغيرهم ففاجأتني الفراشة أنه طالعتني كذا نظرة قوية قالت أنا ما طلبت منك يا بلا فلانا أنا طالبة من الله سبحانه اللي رفع سبع سماوات بصراحة أفحمني مرة ردها فانتهينا من المقصف وكملت يوم الدراسة لين انتهى لما جيت راجع لبيتي وكان وقت العصر فأخذت بناتي كذا ورحت زيارة لأمي الله يعطيه العافية فكنت أشوف أمي وحنا قاعدين كذا تتردد كثير على الجوال مشغولة بالاتصالات فسألتها خير يوم مش في يعني إيش الموضوع شوفك رايحة جاية كذا عسى ما شر قالت أبد فلانا قريبتنا اللي اتطلقت جمعنا لها يعني فلوس وكذا عشان نشتري لها بيت والحمد لله تم واشترينا لكن لما نشترينا البيت اتصلت أنها تقول لنا والله الحمد لله أنا تصالحت مع زوجي وكذا ورجعت لبيتها والحين يا بنتنا قاعدة استشير الأقارب كلهم يقولون خلاص حنا خرجنا المال من ذمتنا ومستحين نرجعه وصرفيه في الخير ولا أدري شا سوي فيه ما ندري شا نسوي في ذا الفلوس فعلى طول أنا رحت قلت لأمي يعني بدون شعور مني قلت اسمي اسمي أنا بقول لك واحدة تحتاجها من جد حكيتها عن هذه الفراشة المسكينة أم الأيتام وحالها كيف مع الإيجار وإنها متبهذلة وتعبها في توفير يعني المال لأولادها وهي بس أمنية حياتها أن يكون عندها بيت فالمهم رجعت أمي اتصلت على الأقارب وسألتهم عن رأيهم فاتفقوا قالوا خلاص أعطي هذه الفراشة المسكينة إذا أنت شايفتها يعني تستحق خلاص الله يهنيها فيه فسبحان الله العظيم هذا الحدث درس لي في الثقة بالله وحسن الضم بالله وأنا اللي كنت وقت الضحى يعني أضحك عليها وقولها من وين لي كيف لانا خير الميسورين الحين ما عاد يقدرون نشترون بيوت فأنا بنفسي سبحان الله وفي نفس اليوم أخذها نمر على المكتب العقاري وتوقع يعني العقد وتستلم البيت سبحانك يا رب ما أعظم فضل الله وما أحسن التعلق به وسؤاله من فضله يدبر لكم الأمور ويرزقكم من حيث لا تحتسبون الله يربي يرزقنا وياكم رزقا من السماوات والأرض وما بينهما ويعطينا يا رب حتى يرضينا شوفكم إن شاء الله في قصة جديدة ولا تنسوني من صالح دعواتكم استودعكم الله